بسم الله الرحمن الرحيم ازاي ايكم جيتفور عاملين ايه رب تكونوا بخير النهاردة هنكمل مع بعض كونسبت 3 لسون 2 بيقول ايه لسون 2 هانتنج انزا داك الصيد في الظلمة يلا بينا نشوف بطل النهاردة اسمه ايه هانتنج انزا داك الصيد في الظلمة نوكتورنال انيمالز كان سي انزا ويكست لايت الليبلس بط انزا كومبليت داكنس زي ديباند اون ازاي سينسز زي ما احنا عرفنا المرة اللي فاتت انزا كومبليت داكنس بيقدر تشوف في المكان اللي فيه دوء خافت فيه حب دوء صغيرين اللي هو ويكست لايت ليفلس بط ولكن انزا كومبليت داكنس في الظلام الحالك مفيش دوء خالص زي ديباندو اون ازا سينسز يعني بيعتمدو على الحواس التانية اللي هو اي بقى الصيد دلوقتي مش شغل يلا بقى نشغل الهيرنج اشغل السميل شغل اي حاجة تانية بس المهم بس المهم ان انا انقذ نفسي في الضلمة دي سو سو ستش از هيرنج سميل تاتش زت هلب زم موف ان زا داك ان افويد اي بريديتور زشان يتجنبو مين المفترسين بتاعهم بيقول زا بيوبل اف اي اف نوكتورن الانيمال هو مين البيوبل دا بصوا كده بصوا كويس فين البيوبل اللي انا بقول عليه اللي هو الحتة السودة دي شايفين البيوبل كبيرة ازاي اش البيوبل كبير هتعالوا في السؤال تانية هنعرف مين بكلم عنهم دور دلوقتي بصوا 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 الحتة السودة دي دا البيوبل البيوبل كبير ولا لأ كبير جدا طب ايه بيقول زا بيوبل زا اف ايز اف نوكتورن الانيمال يو جو لي غالبا او 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 وائد او زين زا بيوبل زا بيوبل او تو اللا و مور لا انتر زير ايز يعني بيقول ان البيوبل اللي موجود في النوكتورن الانيمال دايما بيكون وائدر زين اكبر من البيوبل اللي موجود في عين الانسان انت هتيجي تقول لي دا العين بتاعت الانسان الجزء الاسود دا برضو بيكون كبير لأ انا مش قصدي ان دا البيوبل البيوبل معناها بالعربي بالعربي الناني اللي هو النقطة الصغيرة قوي اللي بتكون موجودة في الجزء الملون ممكن تكون عينك صودة بني زرق سوء خضرة جوه بيبقى فيه نقطة كده لونها اسود النقطة دي هي دي البيوبل شوفت صغيرة ازاي صغيرة لو جربت تقرب منها الكشاف لفترة طويلة هتلاقي البيوبل دي تكبر علشان ايه تكبر تكبر علشان تدخل كل الدوق لجوه دخل كل ايه الدوق طب ليه بتدخل كل الدوق شافت فيه دوق كتير فبتجمعه علشان تشوف بطريقة افضل طب مهما كبر هيبقى بشكل عين القول والتعصر منكي اللي احنا شايفينه دلوقتي كده اكيد لا مش هتكون شبه هتكون ايه صغير فهو بيجي هنا ويقارن ويقولك the pupils of eyes of nocturnal animals usually wider زين يعني يعني اكبر اعرض كبيرة يبقى النكترون الانيمال بيوبل بساعتها بيكون اكبر من the pupils of the human eyes طب why give reason ليه ليه تقول ايه to allow علشان تسمح more light enters their eyes علشان تسمح بكم كبير من الضوء انه يدخل لعين الانيمال نقول the difference between human eyes and nocturnal animals نعرف الفرق بين عين الانسان وعين الن nocturnal animals اللي على الطرف اليمين دي all بصوكو ازاي مش عجيبها ويه tercer monkey على الطرف الشمال وده اللي هندرس النهاردة ان شاء الله وهو بطل اللي سنن النهاردة يقول ايه the pupils of of cat eyes open wider than the pupils of human eyes يعني انني بتاعين القطة بيكون wider زان يعني wider زان اعرض بيكون ايه اعرض من ايه من البوب of human eyes واخد بالك قالك ايه يعني في الضوء الخافت في الضوء الأولي القوي جدا اه انت قلت كده علشان هو الأنيمل أو الهيومن ما يعرفش شوف خالص لو ما فيش دوق خالص لو في الكمبليتلي دايرك ناس يبقى مش هيشوف هيدوع على سنس تانية يستخدمها لكن في اللو لايت الهيومن مش هيشوف لكن القانيمل هيشوف أفضل من الإنسان يعني افضل من إنسان يعني إنسان مش بيشوف هو هيشوف شوية لكن هيشوف تفاصيل والدقة بقى وكده زي النهار لأ عشان تبقى فاهم برضو التفاصيل يبقى بيقول إجزامبل بقى على النكتورنا القانيمل يزل بيشوف بالليل هو التيرسر مانكي اسمه إيه؟ تيرسر مانكي زي ما انتو شايفين هو حجمه زغانطوت خالص تحسوا كده بيبي زغانطوت صح ولا لأ؟ بيقول إت إز أتني مانكي يعني إيه تني مانكي يعني إرد زغانطوت إت إز أمامل ذات فيه يدقون إنسكت سمول لزرد أو بيرد لازم نذكر كويس ونحفظ التيرسر مانكي بيتغزى على إيه؟ فيه يتزقون يعني يتغزى على بيأكل إيه تيرسر مانكي إنسكت حشرات سمول لزرد سحليات صغيرة وبيرد يعني تيور تمام؟ تمام طب يعني مامل يعني إيه مامل؟ يعني سدييات يعني إيه سدييات؟ يعني يلد ويرضع صغاره يلد ويرضع صغاره تمام؟ جميل بيقول إتس بادي إز أباوت تين سانتيميتر لونج يعني طوله تقريبا عشرة سانتي ينهار بيادة صغير قوي إت دازنت يهاف قتيل يعني إيه يعني طوله من غير ديله بعشرة سانتي يبقى طول الترسر مانكي من غير ديله عشرة سانتيميتر تين سانتيميتر تمام؟ يبقى ده صغير قوي ده أنت جيب المستير بتاعتك المستير بتاعتك هتقول أطول منه صح؟ ولا لأ؟ جميل آخر سلايد بتقول إيه؟ استراكشرال أدابتاشن يعني الحاجة اللي ربنا عطهله في جسمه علشان يقدر يعمل أدابتاشن مع البيئة اللي عايش فيها زي ترسر لايك اول ان سام استراكشرال أدابتاشن ستش آس زي ايه؟ يعني بيقول إن الترسر مانكي يشبه الاول في الاستراكشرال أدابتاشن في الحاجات اللي ربنا خلقها لها في جسمه زي ايه؟ دي سلايد فيري امبورتان بيقارن هنا بين الترسر مانكي والاول وبيقول لك هم الاتنين ربنا عطيهم حاجات مميزة فعنيهم وفل هد في راسهم تعال نعرفهم ونعرف هم الاتنين متشابهين في ايه؟ ترسر ترسر huge eyes like all يعني الترسر مانكي عنده عنين كبيرة شبه الاول together and reflect any light available to give a picture of its surrounding يعني ايه؟ يعني بيقول يعنيهم الكبيرة دي huge دي كبيرة جدا دي بتعمل reflect الكل light المتاح والموجود في البيئة المحرك ترسر can't move its big eyes in their stocks like all يعني بيقول ان الترسر مش بيقدر يحرك عينيك كبيرة دي في تجويف عينه يعني انت كإنسان بتبقى باصص قدام وعايز تبص يمين او شمال لازم تلف راسك لا ممكن تلف عينك كده يمين او شمال صح ولا لا عينك بتتحرك في التجويف بتاعها صح ولا لا يبقى بس الترسر مش زينا طب الاول مش زينا هو قال ايه ترسر can't move its big eyes in their stocks يعني الترسر ما بيقدرش حرك عينيك كبيرة في تجويف العين بتاعه like all يعني شبه الاول الاول كمان نفس الكلام عشان يعنيها كبيرة مش بتقدر تحرك يعنيها في التجويف بتاعه head الهيد بقى يقول ترسر can't turn its head 180 degrees like all يعني بيقول ان الترسر منكي يقدر يلف راسه 180 درجة شبه شبه الهيد شبه to focus on distance or near objects at night يعني بيقول ان الترسر بيقدر يلف راسه 180 درجة شبه الهيد علشان يقدر يشوف ويقدر يبقى مميز كده الاشياء في الظلمة البعيدة والاغيرة تمام كده نكون خلصنا الترسر منكي كده نكون خلصنا listen to يارب يكون سهل عليك وبسيط لو احتجتوا اي حاجة اكتبوا هالي في الكومنتات و باي باي